بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مجموعة حقائق لازم تكون بصير بيها في علاقة قلبك بأحب الأعمال إلى الله وهي الصلاة على وقتها سيدنا النبي تسأل أي العمل أحب إلى الله تعالى فقال الصلاة على وقتها صلى الله عليه وآله وسلم إشارة واضحة لترتيب أولويات العلاقة مع الله عندنا مجموعة مفاهيم فيها شتات حوالين الصرة عايزين ننتقل من الشتات في رحلتنا إلى اليقين المفهوم الأولاني كن بصيراً أن الذي لا يصلي هو لا يريد مش لا يستطيع افتح لي قلبك في الموضوع ده اللي ما بيصليش مش عايز مش مش قادر لأن فيه معلومات مهمة رتب بيها عقلة كده ويكون بصير رقم واحد الفرائض اللي ربنا فرضها علينا هي على أقل همة إنسان فينا السنن والنوافل والمستحبات فيها سباء في الهمة أما اللي ربنا سمى فرض أو ركن من أركان الإسلام أقلنا همة وصحة وأكتر واحد فينا مشغول في الوقت يقدر يعمله فدي أول معلومة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها معلومة تانية في الصلاة إن ربنا دانا اختيارات في الصلاة تقول لنا ما تبعدوش وكلكم تقدروا لللي عايز الأرب اللي زاهد في الأرب ومش فرق معاه هيعتذر هيكسل هيلاقي حجب كتير فربنا خلى سيدنا النبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام صلي قائماً أقف بين إيدان ربنا فإن لم تستطع فصلي جالساً استريح لو أنت عيان فإن لم تستطع فعلى جنبك تومئ بعينيك صلي وانت نايم بس كده إيه بتبربش بعينيك فالكل يقدر يصلي واخد بالك لو بعض الأوقات نفسك أو شطانك قالك على فكرة أنا قريب لربنا بس بطريقة تانية مش لازم بالصلاة الدين بيرد عليك القرآن بيرد عليك ربك يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض احنا يعلم ربنا الأولويات ربنا اللي يعلمنا نحبه ازاي فخلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أحب العمل إلى الله الصلاة على وقتها فلازم تبقى عارف على وجه اليقين بلا شتات إن اللي ما بيصليش مننا هو واخد قرار إنه مش عايز هنا في عدم رغبة مش عدم قدرة الكل يقدر يصلي لربنا سبحانه وتعالى وعايز أفكرك بخسارة أشياء غالية جدا لو الإنسان ما بيصليش ربك بيقول إن الإنسان خلق هلوعة يعني إحساسه مندفع يزعل أوي أوي ويفرح أوي أوي إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة أي أزمة تقطم وسطه وإذا مسه الخير منوعة يفرح لدرجة أنه يبقى بخيل يكوش على النعمة ومش عايز يطلع منها ليه من كتر فرحته بها وخايف أنه يضيع منه فتبقى النعمة سبب خوفه وحرصه وحزنه وإذا مسه الخير منوعة إيه وجع القلب ده قالوا لأ إلا المصنين الذين هم على صلاتهم دائمون الوصل الروحاني مع الله خلى متزن يحزن لإنه إنسان بس ظهره ما يتقطمش لإنه موصول بالملك ويفرح من غير ما يترعب على خوف النعمة يفقدها يفرح ويدوى إلا حواليه لأنه متزن روحانيا أمريكان عندهم بحث كده بعد الكورونا قاريته في سايكولوجيتو دي عن شعبية الصلاة اسم رطيف جدا للبحث إن شعبية الصلاة زادت بعد ما أدرك بركة الشعوب إن هم عاجزين عن دفع الوباء وإن القدرة الكبيرة هي القادرة على ذلك فلاس كتير راح تصلي ليه؟ عشان إحنا مش عارفين ندفع الوباء ده إحنا كمسلمين الصلاة مذكورة في أول صفحة في القرآن ده الفاتحة هي أم الكتاب اللي بيها بتصحي الصلاة فإحنا حياتنا حوالين الصلاة فلو سمحت راجع نفسك وكون بصير في علاقتك بالصلاة إلا ما بيصليش ما يقولش النفسه أنا مش قادر أو مش غول إلا ما بيصليش مش عايز محتاج يراجع حقيقة رغبته في الوصل مع الحبيب الأجل ربنا